قال مسؤولنا في الإدارة الأمريكية إن إدارة رئيس جو بايدن تعتقد إن إسرائيل حشدت ما يكفي من القوات على أطراف مدينة رفح الفلسطينية للمضي قدما في تواغل واسع النتاق في الأيام المقبلة وأكد المسؤولين بحسب وسائل أعلام أمريكية أنهما غير متأكدين حاليا مما إذا كانت إسرائيل قد اتخذت قرارا نهائيا بتنفيذ مثل هذه الخطوة في تحدي مباشر لبايدن حذر أحد المسؤولين من أن إسرائيل لم تقترب بعد من اتخاذ الاستعدادات الكافية بما في ذلك بناء البنية التحتية المتعلقة بتوفير الغذاء ووسائل النظافة قبل احتمال إجلاء أكثر من مليون من سكان غزة الذين يقيمون حاليا في رفح الفلسطينية